بعد هجوم بمسيارتين استهدف قاعدة عسكرية شرق السودان وصفتها وسائل إعلام سودانية بأنها محاولة اغتيال لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الذي كان متواجداً في القاعدة يبدو أن الأمور تتجه إلى مزيد من التعقيد فيما يخص مفاوضات السلام وفي ردة فعله على الهجوم قال البرهان إنه لن يكون هناك أي تفاوض مع قوات الدعم السريع مضيفاً أن الجيش لا يخشى الطائرات المسيرة وأن أي محادثات يجب أن تحترم الدولة السودانية وتأخذ رأيها بعين الاعتبار على حد تعبيره قوات الدعم السريع نفت على الفور مسؤوليتها عما جرى وقال محمد مختار المستشار القانوني لقائد الدعم السريع محمد حمدان داقلو إنه لا علاقة لقواتهم بهجوم الطائرتين المسيرتين الذي استهدف قاعدة عسكرية شرق البلاد خلال زيارة للبرهان إلى المنطقة وفي وقت سابق أفادت وسائل أعلام سودانية بأن معسكر جبيت الذي يقع شرق السودان تعرض لهجوم عبر مسيرات انتحارية أثناء وجود البرهان وذلك خلال مشاركته باحتفال لتخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية وأسفر الهجوم بحسب وسائل إعلام سودانية عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين فيما قال الجيش السوداني أنه دمر طائرتين مسيرتين يشار إلى أن الهجوم المذكور هو الأحدث في سلسلة من الهجمات المماثلة على مواقع للجيش السوداني في الأشهر القليلة الماضية وهو أقرب هجوم من مدينة بوت سودان التي يتمركز فيها مقر الحكومة السودانية بالوقت الحالي